السلام عليكم بنات كديري اللي بس عليكم كنت منا تكونوا بخير وبأحوال جيدة واليوما حبيت نتبرتجي معاكم هكا خبيز ديال الدار اللي كانوا بعد الأخوات طلبوا مني باش نتبرتجي معاهم طريقة ديالي في تحضير الخبز صراحة مني جربت هالطريقة هادي والليت عندي ساهلة ومتمدة وخاكينا العجانة يعني هالطريقة كتفقى أسهل بدون دلك بدون تعب وخصوصا السيدات اللي هاكا كيعقزوا انهم يعجنوا في الدار وكيجيهم من الخبز يعني صعيب هاكا تبقى تعجن وددلك فيه وحتى بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش هاكا يعني الآلة ديال العجن هالطريقة رهها ساهلة وبسيطة يعني بدون مجهود بدون تعب كنتمنى انها تعجبكم وكن رحب بالبنات اللي ينضموا عندي جداد والبنات اللي عندي قدام في القناة مرحبا بكم وتنسوش تفعلو زل احمل الاشتراك وتضغطو على عفون تفعلو الجرس باش هكا توصلو بكل جديد وغندوز دابة باش نحطر الوصفة امامكم وكنتمنى ان هاد الخبيزة تعجبوكم وغادي ندابندوزو باش نشوفوا المقادير هكا تشاهدو هادو من المكونات عندي 300 جرام ديال دقيق الفينو وعندي 400 جرام ديال دقيق الابيض وعندي تقريبا واحد ربعة ديال المعالق الكبار ديال المخالة اللي هكا رقيقة وهذا نحتاج جوج المعالق ديال زيت زيتون ومعالقة كبيرة ديال سكر سانيدة يعني اختياري اللي ما بغاش يمكن لي ما يستعملوش والملحة والماء الدافي يعني المخصو يكون دافي وغدا ناخد الالة ديال العصير هكا او المولينكس غدا نوضع فيها الماء يعني الماء الكافي اللي غدا نعجن فيه هاد المكونات وهاد الطريقة اللي بناترها ساهل وبسيطة يعني غير اللي يعجز انه يصيب الخزطار بالنسبة الخلاط هكا يمكن لينا استعملو البغرير المسمن يعني ليكاك كل شي كي يعني كي يجي غزال بهالطريقة هادي غير جربوها وساهلة والعجينة ديال الخلاط راح كتجي غزالة سيقطو انك مني كانت تحنو ديال الخميرة مع المكونات الأخرى والعجينة بسرعة كتخمر يعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت والما كيكون دافي يعني بالزربة كتفاعل مع ديك المكونات وراني وضعت الخميرة اللي راني ما بينتاش لكم في المكونات راه هي هادي يعني كانت محطوط أحداية ومحطيت أشفق طاولة ديال التقديم وغدا نطرب هاد المكونات كاملة مع بعضها تقريبا تقريبا شي خمسة ديال دقايق حتى الربعة دقايق يعني حتى تنساجم تماما وغدا نوضع دابا الخليط فهد الإناء وغدا نوضع معه هادوك المعالق ديال يعني النخالة ووجوج المعالقات ديال زيت الزيتون وغدا نخلط هاد المكونات مزيان كي ما كتلاحظو هكي يجي الخليط فحل شكل ديال بغرير ولكن العجينة كتجي رائعة بدون دلك يعني يجمع تغير في هاد الانية هكي نجمع في بيت بي كي ما كتلاحظو في المكين قصني الطحين راه كنزيد يعني انتو مارا كيبقى عينكم ميزانكم وانقدرش نقول لكم يعني الضقيق اللي غادي نزيدو الكيمية لانا يعني الضقيق يختلف من نوع لنوع يعني كي النوع اللي كيشرب بسرعة كي النوع اللي ما كيشربش هكا يعني الماء وانتو ماراكم كتلاحظو اكيد راه كل سيدات كيعرفو الخبز انا ما بغايش نديلكم يعني الخبز راني عارفة بللي راه كل شي كيعرفي يصيبو ولكن بما ان هالطريق عجباتني غايت نبارتاجيها مع البنات وسيقتول اللي يسولوني بغاوني يعني نبارتاجي معهم الطريقة ديالي في صنع الخبز كي ما كتلاحظو البنات طريقها راه سهله بسيطة كنستمر خير هكا كنجمع مكونات كي ما كتلاحظو يعني بدون ذلك غير كنجمع تطقيق يعني راه وريتكم ذاك شي بالتفصيل ما قطعت محتاشي حاجة باش يكون ذاك شي واضح يعني السمريت بنفس الطريقة كي ما كتشاهدو هكا نجمع وهنا العجين ديالي كي ما كتلاحظو راه تقريبا راني جمعتو غدا نحاول يعني نجمعه نلولبه وغدا نخليه فوق هذيك الطاولة كنجمعه بهالطريقة مزيان وغدا ندهنه بشوية ديال زيت الزيتون غير شوية حيث غدا نغطيه بالفيلم أليمونتر باش هكا ما ينثقش عليه وغدا نغطيه دابا تقريبا تقريبا ان العجينة ديالي ماخدتش ربوع ساعة كانت واجدة لان هذك الميكسر يعني بحلة يعني خدم ديك المكوينة كام لما بعدها وماخدتش وقت طويل باش هكا تخمر كي ما كتلاحظو البلاستيك الغيدائي راه ملسقش على العجين يعني كن هزونقي هالطريقة زوينا باش هكا ما ينطيش ليكم العجينة في البلاستيك وكي ما كتلاحظو راه العجين كيبان ناجح يعني وخارجين من ذوك الفقاعات وكيكون طري مشي قاسح يعني العجين كيكون طري بصراحة عجينة كنجي رائعة كنتمنى انكم يعني تدوموها لانها سهلة وبسيطة وهاد الخبيزات يكونوا هكا صغار ومقادتين بالنسبة لشهر رمضان يعني وفتش شكل ديال مكي يكون حلو يعني ماشي خبز كبير ويمكن لكم تديرهم صغير ورعم بالسافقة يمكن لكم تديرهم على شكل باقت حتى هو كي يجيزوين وبنسبة لوليدات هكا المدراسة وكي ما قاتلاحظو الخبيزات راني كان صيفهم هكا كويرات يكونوا بنفس الحجم النصف كنديرو بالدقيق والنخالة دقيق يعني الفينو والنخالة يعني الكويرات الاخرين غدا نديرو مغرب الدقيق ديال الثاميد يعني مكي لكم تنوعو وغدا نبقى نقعد في الكويرات هكا دياولي هدا النصف الاخر اللي تليكم ديال الثاميد يعني السيدات اللي هكا وليداتها ما كيبهوش ياكلو الخبز اللي تيكون بالدقيق قمح كامل او اللي يبان فيه دكا نقاطة ديالنخالة مكي لها تستعمل السميدة وحدها او الفينو وغدا ندهن اللاطة بالعفوة نرش اللاطة بالدقيق ديال ديالفينو ونسرح الخبيزات في اللاطة من بعد مما نكون دردرت يعني فق اللاطة بشميل ساقش ليهو اللي بغا تستعمل البابي كويسون وراها تستعملو وغدا نبقى نرش وننقاد الخبيزات كما قتلاحظو راه يعني كي خرج دوك الفقاعات من جناب هدا كي يعني باللي العجينة راه مدلوكا وننجحا وغدا ندير شوية ديالتقيق باش هكا ما يصقوش على بعضهم وهادو هما الخبيزات يولي من بعد ما خمرو خليتسكين يكون ماضي وفي اللي حتم هكا يمكن لكم تديرون على شكل زائد او لا يعني تديرون الشكل اللي تحبونتو هما وهنا راني دخلتم للفرن بايت نوريكم باش تشوفوهم كيفاش كي يجيوا كي ما كتلاحظو الخبيزات جيولي في الفرن راه متحمروه وجو من فوخين وناجحين وكنتمنى انكم تجربو هاد الخبيزات هادو اكيد ما غديش يبقى يخطوكم من الدار وهو راه ما كيش محسم الخبز ديال الدار ما كتلاحظو كانت ضغط عليه وكيعود يرجح هادا كيعني باللي الخبز ديالي ناجح وكنتمنى هاد الفيديو انا واعجبكم وما تبخلوش عليها البنات باش تديروا اللي لايك وتبرتجوا الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم